طيب ولو هربت ورجع تانية وما لقيتش حاجة تانية تعملها مهامة وخلاص بصي إنسانيا متعاطف جدا مع ده بس عايز أقول حاجة الظروف دي بتعمل حاجة من أربعة عادة وما أقدرش أشخص على هاو وما أقدرش أشخص برسالة بس هنقول الافتراضات يعني ساتش أز إيه أول حاجة حاجة اسمها ديبندنت برسناليتي ديس أوردر اضطراب الشخصية الاعتمادية هي تشكو وتشكو جيدا وتشكو كثيرا ولكن حين يوجد الحل تتجنب الحل وبيع لنفسها إنه ما فيش حل هيكت هتنتحر ايه ما بعيدش حاجة هي هتنتحر ده عارف السؤال ده لصيكايتس تعمل زي ايه مماشياني على شوك لا يمكن أقدر أقولك هتنتحر ولا لأ غير لما تشوف ولكن من الأريتو هناك تروفكتيف ماجر أو عنصر دفاعي قوي وهو إيمانها بإن اللي بينتحر يموت كفر هي قالت أنا لا أخذ لدنيا ولا آخر بس فالحمد لله هناك شيء وقائي اضطراب الشخصية الاعتمادية إن هي تهان وتتقبل الإهانة والإساءة وتتجنب الحلول رغم شكوها المتكررة ده أكستريم أكستريم الخنوع الأكستريم الآخر اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع أنها تتحول لشيء عنيف جدا على أي حد هي لها سلطة عليه وهنا نعيني على مين؟ على أيهاي على البنات شكرا الحاجة الثالثة نكون عندها شيء اسمه اضطراب عدم القدرة على السيطرة على الانفعالات فتبدأ تبقى مؤزية دون أن تشعر لنفسها أو للآخرين الحاجة الرابعة أكيد تبقى مؤزية وهي بتشعر طبعا الحاجة الرابعة حاجة اسمها intermittent explosive disorder أو الاضطراب الانفجاري المتقطع تفضل خانعة جدا ويبدو لسالي إن الدنيا فلة وإن البنت تعيشت وهب فجأة دون أي حافز نلاقيها بتؤذي نفسها أو تؤذي المحيطين وتؤذي المحيطين أكتر الأربع مصائر المحتملين دول رحلة بدأها الأهل عند أول علقة اضطرابتها هناء ثم تبعها كثير وكثير وكثير من التخلي عن هناء في أي لحظة جريت فيها على مصدر الأمان دائرة الأمان الأولى اللي للأسف هي دائرة رعب يعني قصة هناء بعيني عرفة الظلم لما يبقى 360 درجة هي ظلمت من أهلها وظلمت حسب روايتها من جزها وأهل جزها وظلمت من المجتمع لأنه في النهاية المواطن ابن الدولة ومحدش يقول لي احنا نرجع تايل الحكومة بابا وماما لا الدولة مش حكومة الدولة مؤسسات طبعا الدولة نقابات 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 أو النجدة أو كل حاجات من دي أو حتى المعنفات طبعا وظلط التضامن الاجتماعي طبعا لأننا ما لجأتش لأي حد من دول وإحقاقا للحق الحالات اللي بشوفها وبتتوجه بتلاقي رعاية دي حقيقة وبتلاقي حلول وبتلاقي تدخل سريع وتدخل حاسم الجاءوا يا جماعة هم هيفتكرون أننا بنقول كلام إعلامي يعني هنا الدكتور بيقولك عمالي كده ده مش كلام إعلامي تشوفنا بعنينا مش الظهر هقول لحقيقة حاجة مش كلامه خلاص على عهداتي أنا تجرب وتبعتلي وأزعم هتعرفي الجبيع على السوشال ميديا في ثانية دكتور مهم جاد هتعرفي جبيع وأوعيدك لو جربتي وبعدتي لتجربة سلبية هنشرها وتواصل بالنيابة عنك مع المجلس القومي للمرأة ومش هيتأخر لأني جربت قبل كده وأنا بقول ده وأنا متطمن لأني جربت قبل كده مع حالات أخرى ولم أضطر للظهور في المشهد خالص